تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أسدل الستار على طواف سموه للهوى للدراجات الهوائية في نسخته الثانية الذي نظمه الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية بالتعاون مع الشركة فعاليات على مدار ثلاثة أيام بمشاركة كبيرة من دراجي البحرين والخليج والمقيمين في المملكة بإقامة المرحلة الثالثة والأخيرة وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن طواف سموه للهوى للدراجات الهوائية يعتبر بوابة مهمة في اكتشاف المواهب الشابة وتطوير مستوياتهم نحو مستقبل أكثر إشراقا في هذه الرياضة التي تشهد تطورا ونموا في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها المنتخبات الوطنية في المحافل الخارجية وأوضح سموه أن رياضة الدراجات إحدى الرياضات المهمة في إلهام الشباب وتطوير قدراتهم الأمر الذي سيسهم في وصول الدراجين بشكل سليم نحو المنتخبات الوطنية وسيكونون قادرين أن يكونوا خير سفراء للمملكة في المشاركات الخارجية القادمة في ظل اكتشاف العديد من المواهب الشابة التي تمتلك إمكانيات عالية وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد بجهود الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية في توسيع قاعدة ممارسي رياضة الدراجات الهوائية من الهواء عبر استغلال هذا الحدث بأفضل صورة مبينا سموه أن الطوافة يسهم في تعزيز ثقافة رياضة الدراجات الهوائية لدى المجتمع وتسليط الضوء على مردود هذه الرياضة بشكل إيجابي على الصحة العامة هذا وتوج الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية وأحمد الحاج مدير البطولة والداعمين للطواف الفائزين بالمراكز الأولى حيث حصل الدراج محمد عبد الكريم خاتم على المركز الأول في فئة البحرينيين وفاز بالمركز الأول إحي الشمري على مستوى الخليجيين هذا وتم تكريم الرعاء الداعمين للطواف وهم شركة باتلكو وشركة طيران الخليج وشركة بابكو والمساهمين أيضا هم إدارة المرور بوزارة الداخلية ووزارة شؤون البلديات والزراعة والإسعاف بوزارة الصحة وتسهيلات البحرين للسيارات والمستشفى الملكي